ميدانياً أكدت روسيا اليوم أنها اعترضت 17 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في غرب البلاد وقالت وزارة الدفاع في بيان نشر عبر تيليجرام إنه خلال الليل منعت روسيا محاولة لشن هجمات بواسطة مسيرات على أهداف داخل روسيا وأوضحت أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت 9 من تلك المسيرات فوق منطقة بريانسك الحدودية بين البلدين كما وذكر حاكم منطقة كالوجيا أن هجوماً استهدف مستودعاً للنفط هناك فيما وتم إسقاط ثلاث من الطائرات المسيرة فوق منطقة كالوجيا جنوبي موسكو